السفير الاندونيسي في سوريا جوكوهاريانتو المحافظة حمص التقى خلالها المحافظ الذي استعرض امامه الواقع الذي تعيشه محافظة حمص اليوم بعودة مؤسسات الدولة الى كل الاحياء بالمدينة ولا سيما بعد خروج المسلحين من الوعر مشيرا الى اهمية اقامة الايام السينمائية الاندونيسية بحمص بالنظر الى التراث الثقافي الغني وبحضور حشد كبير من مختلف الفعاليات الثقافية والاجتماعية والاهلية ابتدأت فعاليات الايام السينمائية الاندونيسية بالوقوف دقيقة صمت على ارواح شهداء الوطن من عسكريين ومدنيين وعصف نشيد الجمهورية العربية السورية ونشيد جمهورية اندونيسيا dan kita dari indonesia selalu menebarkan perdamaian من خلال السقافة ومن خلال هذا للمنه ننشر المحبة ننشر السلام في مدينة حمص وفي كل المدينة ونسأل رسول الله سبحانه وتعالى أن يأود أمان ورسكرار في حمص وفي باقي مدينة سوريا حتى نستي أن نتعاون في مجال السقافة مع اندونيسيا بلسى فقط بمجال السينمائي ومجال السقافة أخرى دائما نرحب بكل ما يعزز العلاقات السورية مع جمهورية اندونيسيا هذه العلاقات التي لها بعد تاريخي طويل منذ السبعينيات وحتى اليوم نتوجه بالشكر والتقدير والاحترام لمواقف اندونيسيا إلى جانب سوريا في حربها في مواجهة الإرهاب وهذه التظاهرة الثقافية اليوم هي تعبير عن الإصرار بالعمل من أجل إعادة الحياة الطبيعية إلى سوريا وتأكيد الأمن والاستقرار بعد ذلك تم عرض فيلم حبيبي وعينون أولى العروض السينمائية الاندونيسية التي ستعرض على مسرح دار الثقافة إضافة إلى فيلم خمس سنتيمتر قبل أن تختتم الفعاليات يوم الجمعة بفيلم غرق سفينة فاندير واشك منظمة اتحاد شبيبة الثورة وبمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لتأسيسها تقيم ماراتونا رياضيا مركزيا بمشاركة ثلاثمائة شابا وشابا انطلقا من متنزه البانوراما في مدينة درعا منظمة اتحاد شبيبة الثورة وبمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لتأسيسه أقيم ماراتونا رياضي مركزي بمشاركة ثلاثمائة شابا وشابا انطلقا من متنزه البانوراما في مدينة درعا وانتهى في مقر فرع درعا لحزب البعث رسالتنا اليوم من هذا المنظر هؤلاء هم الشباب الذين سيكونون رجال المستقبل وهم رجال البعث الذي ستبنى على اعتاقهم مسئولية حماية هذه المحافظة وستكون درعا دائما هي درع لهذا الوطن بهمة شرفائها بهمة اهلها اليوم اللي شاهدنا من شباب هذه المحافظة محافظة درعا المعطاءة بالتأكيد كان شيء راعة والنشاط الرياضي اللي شارك فيه عدد كبير من شباب هذه المحافظة بالتأكيد من محبتهم وانتماؤهم لمحافظتهم واللي حقيقة فيه انشطة اخرى ستتابع المنظمة في عدد من المحافظة الاخرى حيث كرم امين فرع درعا لحزب البعث ورئيس منظمة اتحاد شبيبة الثورة المشاركين الفائزين بالمراكز الثلاثة الاولى من الشبان والشابات وسط حضور رسميا وشعبيا كبير القائمون على الفعالية اكدوا ان هذا النشاط هو رسالة تحدي للارهاب الذي شهدته المدينة وينظموا للمرات الاولى بمشاركة كبيرة منذ بدء الاحداث كما ان النشاطات الرياضية الكبيرة هي رد واضح على الارهاب وتذكير بان الدماء الشاب هي من سينهض بالمجتمع من جديد العاملون في مخبز الكرامة الاحتياطي يجسدون مقولة الحاجة ام الاختراع في محاولة للاستفادة من الحرارة الخارجة عبر المداخن الخاصة بالمخبز واستثمارها نتيجة الحصار المطبقة على مدينة دير الزور من قبل المجموعات الارهابية وقلة المحروقات جسد العاملون في مخبز الكرامة الاحتياطية مقولة الحاجة ام الاختراع في محاولة للاستفادة من الحرارة الخارجة عبر المداخن الخاصة بالمخبز واستثمارها عن طريق تركيب صاج من قطع الحديد على المداخن لصناعة خبز الصاج تكللت العملية بالنجاح ووصلت القدرة الانتاجية لليوم الواحد الى عشرة الاف رغيف ومحاولة تخفيف الضغط على الافران كل الاتنا حاولنا الداعش وعلى هيماء يعني بدأت تكون الحاجة ام الاختراع نحن رحنا انت شايف ازمة الخبز وشحة الخبز هنا خاص المازوت مازوت مافي رحنا تكرنا انو هالنار عم تطلع عم نخبز بحدود كل يوم اتناعشرة ساعة نستكمل هالحرارة هاي الحرارة هون نحن صرنا صرنا بدال ما انو ان توفير المازوت جبنا صاجات اجي شايف انت الساجات كانوا صاجات هدول تبع المازوت أسقصنا هون ولحمنا هون وركبنا هون على المدخنة وصرنا نستغل الحرارة اللي طالعة من برات المدخنة لا يوصف مثل ماناك شايف والحمد لله رب العالمين الفكرة اسمرت يعني اسمرت الفكرة نحن ما كنا متوقعين انو تصير ايك صرنا نخبز حوالي كل يوم بحوالي لعشرة الالاف الريف يعني عشرة الالاف الريف ماناك كلمة وصفكت ازمة منيحة ما عد فيها الازمة الخانقة اللي هون الحمد لله و الله يسرها معنا وشوية شوية ان شاء الله عم نحسن انو نضل انو يصير وعشرين الف الريف ان شاء الله عم نشتغل عليه على طبعا على المدخنة مشان ما يروح الحرارة على الشي فاضي عم نساوي يعني منه هيك يعني انو نستفيد من الحرارة مشان ما تروح على فاضي عاملين الصاج وعم نخبز عليه نحن ما في شي يمنعنا لا الحصار ولا المسلحين نحن اخترعنا صاج حتى نأمل الخبز كثافة للمواطنين اكد العاملون بان الفكرة جاءت نتيجة الحاجة التي اصابت اهالي ديرزور بعد الحصار اللا انساني الذي فرضه ارهابي تنظيم داعش وهي رسالة من اهالي المدينة الى المجموعات الارهابية انهم صامدون رغم حصارهم وان الشعب السوري يستطيع التغلب على كل انواع الحروب التي تفرض عليه محافظ السويداء يقوم بجولة للاطلاع على واقع المياه في القرى الحدودية واعدا بتحسين واقع الابار خلال الايام القادمة وعودة المضخات الى العمل اثباب كثيرة كانت وراء خلق ازمة في مياه الشرب على مستوى مدينة السويداء والقرى والبلدات اهمها خروج عدد من الابار عن الخدمة بسبب الاعتداءات الارهابية عليها واعطالوا المضخات بالاضافة الى الاعداد الكبيرة من الوافدين للمحافظة ما سبب معاناة لدى المواطن في السويداء انا ساكن هون وراء شرق القلعة ما في ولا نقطة مي من ثلاثة شهر صار لنا شهرين انا مسجل على نقلة مي وما اجتني لها اللق في ناس صار لنا شهرين وثلاثة المي ما اجتن تعدد السكان تكاثفت وما في الكم الهائل للمياه لتكفي نفقات الناس للمستهلك ونتيجة لهذا الواقع قام محافظ السويداء بجولة للاطلاع على واقع المياه في القرى الحدودية واحدا بتحسين واقع الابار خلال الايام القادمة وعودة المضخات الى العمل يتم اليوم تجهيز بير في مسلس بكة تجمع ابار مسلس بكة عندهم اربع ابار جاهزة اليوم بكرة بيصير البير الخامس جاهز خلال ان شاء الله فترة كمان خمستاش يوم بيتم تجهيز باقي الابار اللي هنه بيرين وبصير الوضع المائي ممتاز حاليا نحن وصلنا 13 مضخة غاطسة مثل ما تفضل السيد المحافظ اول امس بدأنا بتنزيل حسب الاحتياجات في المناطق الاكثر احتياجا بالمحافظة واكد المحافظ ان السويداء بقرها الحدودية تشكل سدا منيعا يحمي عنق المدينة ما يجعل الاهتمام بها واجبا وطنيا اشتركوا في القناة